اجتماع خليجي صحي في الكويت والهدف خارطة طريق تنفيذية تقاوم الأمراض المزمنة غير المعدية تحرك يترجم الخبرات المشتركة إلى توصيات يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون اجتماع اللجنة الخليجية لأمراض المزمنة غير معدية ومثل ما تعرفون هناك عدة أمراض منها الضغط والسرطان والسمنة والتدخين هذه الأمراض العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الأمراض التي تكلف الحكومة والدول وزارات الصحة مبالغ هائلة الآن نصل إلى الوقاية من المرض وليس علاج المرض من الصغر لحد الكبر السكر الضغط يؤذي إلى فشل كلوي يؤذي إلى مشاكل في العين السكر السبب الأول إلى العمى في العالم الثالث فحنا ودنا نسيطر على هذه والسيطرة عليها بسيطة بس لازم يكون الجهود منسقا تحديات صحية عدة تواجه الدول الخليجية لمجابهة أعباء الأمراض المزمنة غير المعدية وتداعياتها أمر يتطلب وقفة موحدة الهدف من هذا الاجتماع هو وضع أول شيء تفعيل الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض الغير السارية وأيضا الاستمرار في المواضيع الوقائية التي لا علاقة بعون الخطوة هذه لمدة خمس سنوات دول الخليج تطبق استراتيجية مكافحة الأمراض الغير السارية وهالاجتماع سنوي دوري لمتابعة التطور ومتابعة أيش المعوقات التي تواجهها دول الخليج وكيفية قضاء عليها اجتماع يؤكد الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة بوجه عام وبالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بشكل خاص هذا الاجتماع يستعرض إنجازات وخبرات دول مجلس التعاون الخليجي للتمكن من تحديث خطة العمل للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية حسين الصائغ لتلفزيون المجلس